بيقول انا انسان قليل الكلام مع الناس واحب الصمت حتى قالوا عني اني شخص مش اجتماعي ازاي اعرف اني منطوي والحالة اديه صحيحة او تحتاج لتعديل اولا الانطواء اذا كان مرض تعرفه ازاي اذا كان مرض انك انت تبقى غير مقبل على عمل غير مطقن لما اقامك الله فيه يعني مش عايز تروح شغلك مش عايز تتكلم مع الناس قافل على باب قودك القودة بتاعتك تبقى صاحي واعد في قودتك مش عايز تخرج ولا عايز حتى تفتر ولا عايز تتشطف ولا عايز تستحمى وتغير يدومك وتروح شغلك اه يبقى ده اكتئاب يا جماع يبقى في الحالة دي تتدور على علاج لكن لو انت اصلا انسان طبيعتك قليل الكلام تؤسر الصمت وتقدم مصلحتك وتعرض عن الجاهلين فدي اخلاق قويمة اوعى بقى الناس تجعلك ايه انك انت تتركها بل بالعكس الصمت هو افضل كثير عند الله الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليأكل خيرا او ليصبت فالانسان اللي هو قليل الكلام ده وبيؤدي مهامه وبيؤدي ما اقام الله فيه ده انسان على اخلاق الانبية على اخلاق العقلاء الصالحين فإياك ان تترك هذا فدي مزية كبيرة وبعدين كمان انه ما يحبش يقعد مع الناس بلا ضرورة اه لان سيدنا علي بيقولك ايه من علامة الافلاس لاستئناس بالناس لان هتقعد مع الناس هتسمع الغيبة والنميمة وضيع وقتك ويقلبوا دماغك ويشوشوا خطرك وانت عايز تقعد مع نفسك ترجع قرآنك تصلي سننك تذكر ربك تريح خواترك تجمع خاطرك تجتمع ايه الحكمة في قلبك يبقى انت ايه ما تقعدش مع الناس الا بقدر ما تأخذ منهم بالدواء الناس دول عاملين زي الدواء انت تاخد الدواء على الفاضي وعالمليان يجيلك تسمم فالناس دول دواء وداء فتعامل مع الناس انهم دواء خد منهم بقدر الحاجة ما توسعش دائرة معارفك ومتقلق ايه حشان ما تلاقيه عارف انت ما دائرة معارفك تزيد ولا ما هتعرف تصلي ركاتين الموبايل بتاعك الشعورة طاليرين فهيشوشوك هيخطفوه هيخطفوا منك عمرك يا مسكين وعلى شك كده سيدنا علي كان يقول ايه من علامات الافلاس الاستئناس بالناس وعلى شك كده ربك بيقول ايه فاذا فرغت فانصب وإلى ربك ايه فارغب فانصب يعني في الطاعة وإلى ربك فارغب ايه حتى لا تتشوش بالناس ولا بالدنيه يبقى لو فيك الصفات دي وانت بتؤدي مهامك الكويسة اثبت عليها فهي صفات نبوية شريفة شكرا